موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم سنقدم لكم كيكة التفاح كيكة فرنسية جميلة جدا وسهلة ومكونات في المتناول إذن نخلكم مع المقادير بسم الله إذن ندزل المقادير لدينا ثلاث بيضات لدينا يوغورت بمضاق الفانيليا ممكن تستعملوا المضاق اللي حبيته وبالنسبة للسكر القياس أنا قصت بعلبة ديال اليوغورت القياس ديالة 110 جرام قص بها كل المقادير إذن عندي كأس ديال السكر كأس ديالزيت بدعة قطرات من الخل الأبيض خمارتين مفئة 7 جرام يعني المجموعة 14 جرام وعندي كيس الفانيليا مفئة 7.5 جرام عندي ثلاث قطعة من الشوكولات للتزيين وعندي تفاحتين وحدة غادي نعملوها مع الخليط غادي نبرشوها أو نحكوها مع الخليط والثانية غا نخليوها للتزيين وعننا كأسين نفس الكأس اللي عبرنا به المواد كلها غادي نعملو به الدقيق الأبيض ما استعملش دقيق الحلويات دقيق الفورس أو دقيق الأبيض هو اللي استعملت كأسين غادي ندوزو نضيفو السكر الآن وغادي نبدو الخيط وغادي نعملوه 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 نخلطه وحادي نخلطه نكون على هذه الحالة كيف نكتشوه ونزيج نضيفو الزيت شوية بشوية كنعتمدوه دائما نبدأ الميون الآن سوف نضع يغرط الآن وصلنا بالضقيق كما قلنا سوف نقوم بعمل هذه الكؤوس الثاني لا يجب الملق بشيء نضيف الخميرة سوف نقوم بتصفية الطقيق لا نعطي الحبيضات الخالطة تقوم بتصفية الطفح يمكن ان تقطعوا كذلك لا يوجد مشكلة إذا كنت تقشر الطفح قبل ان تقوم بتصفية الطفح فأنا نصحكم ان تقوم بتصفية الطفح تقوم بتصفية الطفح أو في الليمون لكي لا يتأكسج ويكتسب اللون الأسود وانك هذه اللون تقوم بتصفية الطفح هناك يجيب حلي مطحون بهذه الطريقة تقوم بتصفية الطفح ثم بتصفية الطفح ثم تسفية الطفح لخورة الطفح حتى التصفية هذا كنت م منطقة نضيف النهائة نضيفنا الضغط نضيفنا الضغط نضيفنا الضغط من خلط الضغط نضيفنا الضغط إذا بقلينا الفانيليا نحركها ونحركها ونضع بعض القطرات تقريبا 10 القطرات نضع الوصول مصير ونضع الارتفاع الكايك هذه الانية وضعت فيها زيت ونضع الزمد ونضع الزمد نضع الخليط الجو هائي اليوم الجو الربيع هائل لا تطوروش هاد الجو هاداش حكي يحسس الواحد بالفرحة الجو الربيع هائل غالينا نصيب الكيك بها الطريقة هادي بها الطريقة هادي ونجيب التفاح اللي قطعناه هاد الشكل هاده هلالي ونزوقو به الكيكة دينا الكيكة التفاح الهائل بها الطريقة هادي وندخلوها على فرن مسخن مسبقا على مئة وثمانين درجة كنخليوها لمدة عشرين دقيقة وان شاء الله كل ما تشوفوها تحمرت هي كتب من تحت ومن فوق عندي انا في فرن الكهرباء الى ما كانش فرن الكهرباء وكان فرن الغاز كان طيبوها الفوق حتى تطلع عادي كان هبطات تحمر من تحت اذا هاده ها الكيكة دينا بعد ما شبدناه من فرن اذا هاده هي كيكة التفاح دينا وجدت بالصحة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم زينتها انا بشوية دي الكونفيتور او مربى الفريس او مربى الفراولة وعملت الخطوط من لسو الشوكولة اللي غرنزلكم رابط دينا في صندوق الوصف وزينت الجوانب بحبيبات الشوكولة ان شاء الله تنال اعجابكم ومترككم وتجربوها لها سهلة بزاف والدي دبنينا بزاف اذا نخليكم في وصفة اخرى ان شاء الله مع المزيد والمزيد من الوصفات السهلة والبسيطة في امان الله اذا امني نقطعوها نحصلو عليها تشكل هذا تشوفوه تجي مع اسلة تجي الديدة بزاف